اشتركوا في القناة في مهرجان دبيس سنواء الدولي في دورته السابع لهذا العام رحب أكيد بضيفنا الممثل غسان الكثيري اللي قام بدور الزوج وأكيد حياك الله ويانا في البداية مبارك لكم على أكيد حصولكم على جازة المهر الإماراتي في هذه الدورة المهرجان دبيس سنواء الدولي عن هذا الفيلم نتكلم عن نص الفيلم وقصته نعم في بداية بسم الله الرحمن الرحيم نشكركم على هذه الاسضافة الطيبة لتصلت الضوء على فيلم ملل الفيلم اللي حاز نصه على أفضل نص في مهرجان الخليج السينمائي في عام 2010 وتم تصوير الفيلم مثل ما ذكرته في الهند وطاقم العمل تقريبا كان حوالي 85 شخص في طاقم نعم الإضاءة من هذا ويعتبر مثل ما قلنا يعني أول فيلم إماراتي هني تم إنتاجه بإنتاج إماراتي الفيلم يعني اللي شافوه ونحن حتى يوم ما مثلنا الفيلم يعني بطبيعته اللي يسمع لنا ملل هو الفيلم بطبعة غير ممل بينما كلمة ملل جسدها شخصية الزوج الممل إذا شفت الفيلم تحسي فيه التشويق فيه السعادة فيه الحماس فيه الحزن شوي على وضع الزوج المسكينة اللي انكسر خاطرها نعم بس في النهاية ككل يعني يعني في عندك مثلا أحداث مشوقة أو كان الفيلم ممكن كان يكون يوصل إلى فيلم طويل إلى ساعة ونصف بس تعرفي فيه لمسابقة المهرجان أنت فيه معايير خاصة فمقيدين بهذه المعايير وفضل من الله أن هذا أول مهرجان نشارك فيه في هذا الفيلم مهرجان دوبيس سينمائي وفزنا فيه الحمد لله وإن شاء الله فيه كذا مهرجان دول اللي بنشارك فيه إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق يعني هاي بداية طيبة لكم أنتم كأول مشاركة تشاركون في مهرجان وتحوزون أيضا على جائزة المهر العربي المهر الإماراتي اللي استحدثت لهذه السنة صحيح فماشاء الله 2010 يمكن سنة تميز بالنسبة لكم نتكلم عن كيفية اختيارك أنت لهذا الدور نعم حقيقة أول شيء أحب طبعا أشكر المخرجة الإماراتية نايلة الخاجة تتميز نايلة أكيد بأعمالها الجريئة حتى فيلم ملل بطبعة فيلم جريء لو أني شافوه كثير من الناس خارج عن المألوف في مسألة الأفلام نايلة أنا أعتبرها مخرجة سينمائية بجدارة نايلة يعني أبدعت في كذا فيلم سابق وأبدعت في كذا في كذا بس مثل ما يقولون مسكه ختام إن شاء الله هذا فيلم ما له مسك الختام لنايلة في الأفلام القصيرة إن شاء الله بتنتقل إلى مرحلة قادمة في الأفلام الطويلة تم الإختيار أكيد عن طريق في شيء سمونا كاستن وأودشين يعني تقريبا المتقدمين لأخذ الأدوار في هذا الفيلم يعني تعدى والخمسين شخص هناك يعني عملية فحص مبدئي وتمت عملية الفحص من شهر ثلاثة في 2010 إلى أن تم التصوير في شهر 9 إلى 2010 فستة أشهر تقريبا هي فترة الاختيار إلى الممثلين المناسبين للأدوار إلى ما ربنا عز وجل وفقنا وكان الاختيار من صالح الحمد لله أكيد يعطيكم العافية نتكلم عن الصعوبات اللي واجهتكم أثناء تصوير الفيلم نعم الفيلم تم تصويره في رمضان صورناه في أول عشرين يوم من رمضان وإشتاء الحمد لله ما شعرنا بالتعب بفضل مربو العالمين خاصة الجو كان جددا ممتاز نحن صورناه في غابات منطقة اسمها مونار تقع في جبال كيرلا منطقة اسمها كيرلا في الهند ممكن الصعوبات اللي واجهناها أنه دائما فيه أمطار فتعرفين الكاميرا وككادر فما نقدر عندنا وقت محددين فيه لكن مع غزارة الأمطار نضطر نوقف فجأة لينما نرجع مرة ثانية تخف الأمطار أيضا من الصعوبات اللي واجهناها مسافة يعني مسافة أربع ساعات في اليبال لما نوصل المواقع يعني كل المناظر الموجودة بالفيلم مناظر طبيعية مناظر جميلة الكل يعني يمدح فيها يعني إذا شفت أنت الفيلم بطبعا تحسي كأنه فيلم هولوودي بمناظر الجميلة أكيد مناظر جدا جميلة جدا رائعة يعني هذه المنطقة جدا رائعة أيضا من الصعوبات نحن في مشهد صورنا عند البحيرة هذه البحيرة جدا رائعة بس واجهنا العلق العلق هذا كان منتشر بكمية كبيرة فإذا غفلت عنه يطلع ويمص الدم صح فتعبنا في هذه النقطة ويمكن صورنا حوالي يوم كامل في هذا المكان في هذه البحيرة عشان بس تقدروا تطلعون مشهد بصي وكان مشهد رائع كان مشهد رائع جدا هذا المهم كنتم وتعبتوا على الفاضي أكيد نحن يداهمنا الوقت بس نحب رسالة أخيرة تقولها للمشاهدين بخصوص فيلم كملل نعم صراحة أتمنى أن الفيلم يشوفوه المشاهدين وينال إعجابهم وانا أقول حقيقة أنه يمكنني في هذا المجال الفترة بس في السينما بس في الآونة الأخيرة صراحة الحمد لله أنا مؤمن تماما مسألتيني هذا السؤال يعني ليش ما دخلت الدراما نحن لازم شوية نتعب ونكافح لوصول الفن السابع وتكون دولة الإمارات العربية المتحدة هوليوود الخليج وفي التحركات الملموسة نشوفها حاليا أنا واثق تماما بنوصل لهذه المرحة قريبا إن شاء الله نتمنى أن السينما الإماراتية توصل للعالمية بذن الله غسال كثير شاكل لك وحضورك يعطيك الفعاف نتمنى لك التوفيق فيه إن شاء الله أعمالك السينماية ليايا بذن الله مشاهدنا وصلنا لنهاية حلقتنا معاكم لهذه الليلة نتمنى أن تكون في ذلك نتقبلوا تحياتي أمل سالم وطاقة من البرنامج نشوفكم على خير ترجمة نانسي قنقر